قبل الحديث عن موضوع الدولار وأيضاً يتصدر قائمة العملات لكن هنا بالنسبة لمواجهة التضخم هل أصبحت مهمة أن تواجه أو يواجه البنك المركزي أو البنوك المركزية في العالم التضخم مهمة صعبة أمام حالة الركود الآن كما أشرت أنه دخلنا حالة الركود اليوم لدينا ركود تضخم يعني اليوم لدينا أصبح حالتين يعني ليست حالة واحدة اليوم لا يمكن البنوك أن تساعد في الحل بصراحة أن البنوك هي المستفيد الأكبر لأن الجميع عندما يصبح الخوف المستثمري من الاستثمار يريد أن يحفظ أمواله في البنك والبنوك سوف تستثمر هذه الأموال حتى لو تأخذ إذن من العملاء لديها سوف تستثمر الأموال البنوك في بعض القطاعات الاستراتيجية اليوم لنرى أرباح قطاعات البنوك الدولية نحن نرى ممكن البنوك الأوروبية ارتفعت أرباحها خلال السنة الماضية فقط إلى يومنا هذا أكثر من 12% من بعد الضرائب البنوك التركية ارتفعت بأكثر من 24% وبمجموع سنوي ارتفعت أرباح البنوك التركية أكثر من 320% لدينا البنوك الأمريكية ارتفعت أكثر من 120% هذه القطاع المالي اليوم القطاع المالي لديها النصيب الأكبر من الأرباح وهو أعتقد المستفيدة الأكبر من حالة الركود والتضخم بدي بس يعني أيضا عرف مصطلح الركود التضخمي اعتمدها لأول مرة عام 1970 وهي حالة يكون فيه ارتفاع الأسعار مقترنة بنموك تصادي ضعيف مقابل ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأجور مما يجبر الشركات على زيادة أسعارها للحفاظ على هامش الربح اشتركوا في القناة